ضمن مشروع مجتمع آمن التابع لمبادرات إبراهيم وبالتعاون مع المجلس المحلي عرارة النقب عقد مؤتمر في المركز الجماهيري في البلدة تحت عنوان تأثير القبيلة والقيم المجتمعية على ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي في النقب اليوم الحقيقة أن العنف والجريمة يستشري في كل بلداتنا في الشمال ونحن محظوظين أنه في النقب أقل من ما يحدث في الشمال نحاول نتعلم الأشي الإيجابي في العشيرة ودور العشيرة في منع هذا العنف ونفس الوقت نحاول نضع النقاط عن الحروف في كل ما يتعلق أيضا في الجريمة والعنف في النقب قد يجوز أن هنا في النقب للعائلات يوجد دور مهم جدا في إصلاح ذات البين ومنع موضوع الخاوة الذي يتحدث عنها في الجريل والمثلث لأنه قد يجوز وحدة العائلة والعشيرة ضد هذا النوع من الجريمة يؤدي إلى عدم تدخول نوع هذه الجريمة في وسطنا العربي في الجنوب المؤتمر جاء لكبح جماح العنف في المجتمع العربي عامة من خلال العصف الدهني حول دور الأفراد وتسخير المواثيق العشائرية لخلق مجتمع أكثر آمنا ابتداء من المنزل ورياض الأطفال وحتى شريحة الشباب يهم كل إنسان تخفيض العنف وتخفيض الواضع الجريمة أو كمية الجريمة في البلاد نحن للأسف الشديد يعني من صباح الخير عنا على التواصل الاجتماعي في الشبكات التواصل الاجتماعي هي قتل فلان وفلان وصيبه وفلان وصيبه وفلان قتل وفلان قتل نحن ننادي بترسيخ الأخلاق الثابتة العميقة المتعارف عليها الذي تحترم الكبير وترحم الصغير حتى لا يكون في مجتمعنا هذا تردي أخلاقي وبالتالي ندفع الثمن غاليا ونأسف شديد الأسف ونتألم شديد الألم أن هناك عشرات القتلى من الوسط العربي مشروع مجتمع آمن يعمل في تسع بلدات عربية ومدن مختلطة لتحسين الأمن الشخصي على أساس أن الخدمات التي تقدمها السلطات للمواطن العربي في الوقت الحالي هي أقل جودة وقيمة من الخدمات المقدمة للمواطن اليهودي خاصة في مجال الأمن والأمان